مجلس النواب ونسأل ماذا حدث وإلى ماذا وصلتم في قانون الإجارات القديمة تحديداً المؤجرة أو يعني العيون المؤجرة إلى شخصيات اعتبارية أولاً شكراً جزيلاً للإصطدافة وكل سنة وحضرتك والدكتور والأمة الإسلامية بخير اللهم أمين يا رب قانون الإجار القديم للشخصيات الاعتبارية خليني أوضح حاجة بسيطة شوية يمكن فيها لبس عند البعض وبرضه هستعين بالدكتور خبير الاقتصاد أو أستاذنا أنه يوضح لي كمان نفس الموضوع لو فيه أي شيء نقص منه كان فيه حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 11 لسنة 23 بتاريخ 5 مايو 2018 بينص على عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 للقانون 136 القانون من تاريخ صدوره في 2018 كان أي حد مأجر لشخصيات اعتبارية يروح المحكمة أو ويفسخ التعاقد معاه بحكم المحكمة من 2018 لعند 2000 كان مفروض دور الانعقاد في 2019 يتصدوا للنقطة ده مجلس النواب ولكن صدر بعد انتهاء دور الانعقاد فالتصدى ليه البرلمان الحالي ولجنة الإسكان درسوا الموضوع ونظرا لوجود تدعيات أزمة كورونا اللي كلنا عارفينها وتأثيرها على الاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري فالحكومة ارتأت أنه يكون فيه تأجيل شوية لتنفيذ قرار أو حكم المحكمة الدستورية فطلعنا القانون دي على أساس نأجل نأجل تنفيذ القرار فصدر أنه يؤجل لمدة خمس سنين من تاريخ طبعا نشر بالجريدة الرسمية في المقابل نعطي خمس أضعاف القيمة الإيجارية لمدة السنة الأولى والأربع سنوات التاليين نزيد 15% من الإيجار الوقت إيه هي الشخصية الاعتبارية عشان نوضح لأنه فيه خلط كبير بين الشخصية الاعتبارية والشخصية الطبعية الشخصية الاعتبارية اللي هي كل ما يتعلق بالشركات التجارية الشركات المدنية الأوقاف الجماعيات الغير هادفة للربح النوادي الأحزاب كل شركة تتكون من شخصين أو أكتر أو مجموعة أموال وتعتبر شركة فدي شخصية الاعتبارية ينطبق عليها القانون أو حكم المحكمة الدستورية اللي احنا طلعنا القانون عشان نأجل تنفيذه الشخصية الطبعية اللي هو أنا محامي وعند مكتب محامية أو طبيب وعند عيادة أو صيدلية أو كده لا ينطبق عليها حكم المحكمة الدستورية والقانون الجديد فدي بخصوص الشخصية الاعتبارية والقانون اللي احنا أصدرنا عشان نوقف تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا لمدة خمس سنين لمراعاة الظروف اللي بيمر بها مصر بيمر بها العالم اشتركوا في القناة